الله وبركاته. معكم استاذ امين عبد الحسيب الضريبي. هنتكلم على مشروع القفز من خلال برنامج اسكراتش. ازاي ان اخلي الكائن اللي بسادي يعمل عملية قفز او يطلع لفوق وينزل لتحت ويبدأ يعمل صوتيات او يبدأ يغير ويعمل اوامر معي. طيب يلا مع بعض. هنبدأ نحزف الكائن بتاعي. يفضل نحن نختار خلفيات اما ان انت نختار خلفيات من خلال برنامج زاحمة احنا بجول كده شو او ان انت تكون منزل خلفيات من على الانترنت او مصور كاميرا مسلا خلفيات خاصة بيك او كده وتختار من هنا وتحمل خلفيات خاصة. انا هختار شوز باكدروب. وابدأ اختار الخلفية اي خلفية انا عاوزها هختار مسلا الخلفية ديت. عادة عند الخلفية هيت. او اي خلفية انت عاوزها. وابدأ اختار الكائن بتاعي شوز? سبرايت. اختار فانتازيا. هيا كده تكون مظهر. واختري. واختار مسلا الكائن بتاعي ده. اي كائن بالكائنات ما فيش مشكلة. ممكن تختار مسلا اللي هو التالي ده سنوما هناخد ده مسلا الكائن ده. هنغير الحجم بتاعه. نخلي مسلا تمانين. اي حاجم انت عاوزه. طبعا انت ممكن تدخل في واتغير فيه الالوان بتاعته او كده. بس هنا طبعا لو انت هناود ان انت تغير يبقى لازم تاخد بالك ان انت هتغير في ايه في المظاهر كلها. لان لو تم تغيير فبتم تغيير في الايه في اللي انت واجف عليه بس يعني لو هنجينا هنا غيرنا مسلا دي. وجيت مسلا خدت الااا كمان السماعة مسلا. احنا مسلا هاخد السماعة للاحمر. وجينا هنا احنا عامين دي كده. طبعا لو جيت بسيط حضرك على البقية المظاهر مش اتغيرت. وبالتالي ان انت لو هتغير في واحد يبقى لازم هتغير في الكل. الا لو انت مش محتاج حكاية ان انت تعمل اول مظاهر. طيب تعال نبدأ نجول مسلا هنا. طبعا لازم ياخد حدس او معي فهقول له مسلا الحدس بتاعي. وين اه لما اضغط على الايه الكائن بتاعي. طب لما اضغط عليه ايه ليحصل. انا عاوزه ينط مسلا لفوق ولا تحت وكلام من دي. طب بوشه رايحة ناحية التانية. ماشي مفيش مشكلة انت ممكن تدخل على وتبدأ ان انت تعمل ايه? الاول عشان يمن معك. وتبدأ اتغير معي اهو عد ايه الواشر بتاعه ومظبوط لأيه. طيب. اه دي هوت. اقول له انا عاوز يطلع على فوق وينزل. انت المفروض ان انت عندك اما اما خط سيني او احتاس سيني او احداث صادي. فانا الاحداث الصادي اللي عندي اللي هو الواي. فهبدأ هنا اقول له ايه غير الواي. هقول له شنج. وي. بمقدر كام ديت حاجة ايه? حسب ما انت عاوز القفزة تطلع لفين بالزبط. فانا هقول له مسلا بمقدر مية. طيب. يبقى هيطلع على مية فوق. طيب. انا ممكن اقول له وينزل بسرعة. طب ما انت مش هتاخد بالك منها. عينك مش هتاخد بالك. فعشان اخد بالي بالرحف وهدخل في الكنترول هنا عندي في التحكم. وهقول له ايه? ويت. طب ويت ينتظر جدين وهو يعني هيطلع فوق في الهواء. ينتظر بجا في الهواء جدين. ديت حسب ما انت عاوز. انا هقول له مسلا خليك ايه? جزء من اربع سوان. تزيره. يعني ايه? جزء من الثاني. اربع اجزاء من الثاني. انا احنا عاوز تستخليها انت حر زي ما تعاوز. طيب. وبعد كده اما اخد ده او انا افتح تاني. القيمة بتاعة الموشن. واجل له انزل بجا لا تحت. يبقى هو طلع بالموجة. يبقى كده هينزل تمام كده بالسالب. يبقى هقول له المي. يبقى اطلع فوق وابدأ انزل بمقدار الايه المي. طالع هو نازل. انت ممكن تعمل حيات تانية كتير ممكن ان انت تتغير بجاة معايا مسلا ان انا اخليه تكلم. اه ممكن اقول له مسلا اه ساي. اه اي حالة تعاوزها. ممكن اقول مسلا ايه? اه تعبت. تعبت. زي ما تعاوز. اه ممكن انا اقول مسلا تعبت برضو بالليه اللي هو ايه? الصوت. اجي هنا بدى البوب ديت واقول ريكورد. تعبت. تعاوزها كده الصوت. ماش مظبوطة يبقى نعمل ريكورد. تعبت. تعبت. اهيات. عانشوف اللي انت هاي نعجبنا بها. تعبت. تعبت. طيب اللي هو كويسة. يبقى هنا اخذ لحد هنا مسلا. تعبت. اهي. اخد دي مسلا كده. تمام كده? طيب اجي هنا ده البوب دي مش عاوزه يبقى احزفه عشان مش يجي لاخبط معي. واجي في الكود وافتح ديت. الاجي عندي. اهي. يبقى هيقول ديت وهيقول ديت. طيب. كمان? انت عاوز وممكن كمان ان انا اقول له مسلا ادخل في اه في اللوكس وهقول له اغير مسلا المظهر بتاعت. اغير اللي هو اه التأسيرات بتاعت اللون عشان يجلب اللون بتاعه وهكذا. زي ما انا عاوز. طيب انا هعمل الحكاية دي كم مرة. زي ما انت عاوز? عاوز تعملها مرة. عاوز تعملها مرتين. عاوز عشر مرات كلام من ده. طيب. ممكن ادخل هنا بقى. في الكنترول. اما اختار فريفر اما اختار عشان يبدأ ان هو يكرر طبعا انا مدارد ما ضغط على الكن عشان احركه لجدام جدامي راح اتجا عمل ايه مغير هو هعمل مسلا او بلاش هعمل هاي اقول له مسلا كرر عشر مرات طيب وقتين ينفز احنا قلنا ايه لما اضغط على الكن اضغط على الكن تعبت 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 تعبت. مش شرط ان اقول كلمة تعبت يعني او ايه هي حاجة كده ان هي ايه عملية اه جاز بس انت وكتب كلمة بحيث ان هي ايه تجذب المشاهد ان هو يبص او يضحك او يبتسب كلام من ده يعني. طبعا انت ممكن برضو ان انت تقول له موف اتحرك كزا خطوة. وطالما هتعمل موف لازم تاخد في اعتبار ان هو لو انت عملت موف ممكن يطلع برا سواء هيمشي يمين او هيمشي شمال او قدام هيطلع برا الشاشة. وبالتالي لازم ان انت هتحط معايا اللي هي الايه ايه بحيث ان هو لما يرتد يرتد ايه اه تاني او لما يوصل للنهاية يرتد تاني. وما ننساش برضو اللي هي الاتجاه. اقول له. عشان مش مش يجلب الكائن الوش بتاعه او يبرسه تحت ويجلبه او كلام. تمام? مشروع لزيزة هوت. اتمنى يكون عجب حضراتكم. شكرا لحضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب او شرك معنا في القناة. وتفعل زر الجرس ليصلك منا كل جديد.